أكد وزير الخارجية الثاني وونغي سبت أن بلاده لن تسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في قطع غزة وونغي شدد في كلمة لهوثناء مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حاليا في ألمانيا على ضرورة تحقيق تسوية دائمة على أساس قيم دولة فلسطينية مستقلة مشيرا إلى أن أجيالا من الشعب الفلسطيني يجري تهجيرها غير قادرة على العودة إلى ديارها حتى يوم هذا إن حل أزمة البحر الأحمر يحتاج إلى معالجة السبب الجذري وهو الصراع المستمر في غزة موقف الصين واضح بهذا الخصوص أولا الوقف الفوري لإطلاق النار ثانيا نحن بحاجة إلى فك الحصار لوصول المساعدات الإنسانية ثالثا يجب أن نعقد مؤتمرا دوليا للسلام في أقرب وقت ممكن لإحياء حل الدولتين لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الكاريثة الإنسانية في غزة لا يمكنναemo سؤال م carrés المصنعية بالموح lindo اكتشح الـ اشتركوا في القناة الأمبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة